السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدر الله وقاتكم بكل خير ومرحبا بكم مشاهدي السعادة التقنية مع هذا الفيديو الجديد سنة 1989 كانت الانتلاق الأولى لقناة دوزام والقناة التي كانت في البداية مشفرة وتحولت إلى النظام المفتوح سنوات 96-97 وأيضا القناة كانت في الموعد لنقل عدد من التظاهرات الرياضية وكذلك المواد الترفيهية برامج الأطفال برامج حوارية وعدد من الأمور التي كانت في تلك المرحلة أمور رائعة للغاية القناة قامت بتغيير هويتها البصرية عبر البت الفضائي وتنقلها إلى البت الفضائي من خلال النظام الرقمي سنة 99-2000 عبر قمر الهوتبرد وبطبيعة الحال هويتها تحولت من دوزام تلك النجمة التي كانت بالألوان إلى قناة دوزامة وبجانبها نجمة بالنسبة على أصدقائي الكرام الشيء الذي أحببت أيضا أن أشير له أنه القناة تغيرت هويتها البصرية عبر البت الفضائي وكذلك البت الفضائي سنة 2007 وأيضا قامت بتحويل الجرافيك الخاص بها والتي قامت بتطويره كذلك من خلال عدد من المقدمات وكذلك عدد من الأستوديوهات سنوات 2010-2011 وفي سنة 2019-2020 احتفلت القناة رسميا بعيد ميلادها الثلاثين وقامت بتغيير كذلك شكل الأستوديو الخاص بالأخبار وكذلك شكل الجرافيك وأيضا البرمجة والمقدمات وكل شيء وأيضا قامت بتوسيع عرض الشاشة لكي يتناسب مع بت الـ HD وهذا الأمر لاحظناه مباشرة فور تغيير شكل شعار القناة من ذلك الشكل العريض والكبير في البت السابق إلى الشكل المتناسب مع الـ HD سنة 2024 وبالضبط 21-10-2024 انطلق رسميا بت قناة المغربية الثانية دوزام بصيغة الـ HD بعد عدد كبير من الشائعات التي كان يتم تدولها بين الحين والآخر والإتبات وسيدة الأدلة أعلانة القمر أو القناة توجد حاليا بـ 3 قنوات دوزام ناسيونال وكذلك دوزام موند ودوزام ميناء من خلال يوتل ساته 3 بـ 11.656 أوريزونطال 9.350 وأيضا القناة أصدقائي الكرام فكما تشاهدون فبدتها إلى حدود الساعة لا يزال في هذا القمر والذي يعتبر عبارة على قمر يتم من خلاله توزيع إشارة البت عن طريق باقي الأقمار الإصطناعية سواء نيلسات، هوتبرد أو بدلسات وأؤكد لكم على أنه القناة سيتم إضافتها على باقي الأقمار ويمكنكم الحصول على تردداتها فور نشرها أيها الكرام وفور بطيها بطبيعة الحال من خلال الرابط المرفق في صندوق الوصف لأن هذا الأمر تم تأكيده في نشرة إخبارية نشرة التامنة بالفرنسية وكذلك بالعربية وكذلك سوف يتم أيضا وضعها في الساعات المقبلة بحيث أنه في حال ما إذا جئت بعد هذا الفيديو بعد أيام فبالتأكيد سيتم وضع القناة وستجد تردداتها من خلال الرابط في صندوق الوصف أما بالنسبة لهذه القناة أو هذه ثلاث قنوات يمكنكم الحصول عليها من خلال يوتيل سات 3 بيك حتاثرار فوزيتمائة وستة وخمسين أوريزونطال سبعة لفوزيتمائة وخمسين لمن يريد تجربة القناة قبل الجميع ويتأكد من جودتها التي وصلت إلى سيتة ميجابيت برسيجوند عوض ثلاثة ونصف ميجابيت برسيجوند لهذه القناة عبر النيل سات وكذلك بضر سات وهوت بيرد أخوكم سعد يحييكم القناة سعد التقنية وعندما تجابتك الحلقة لا تنسى تشريبي بالزر لايك وسبسكرايب إذا كانت هذه أول زيارة لك ولا تنسى كذلك تفعيل الجرس ورأيك في هذا الخبر في التعليقات وأيضا يمكنك زيارة سعد التقنية من خلال www.st4net.com مزيد من الأخبار والمعلومات على مدار الوقت إلى اللقاء